تدرون في امريكا اكو قانون هو القانون الفدرالي القانون الفدرالي كل ولاية لها قانون لحالها ولكن القانون الفدرالي قانون شامل لجميع الولايات الكل لازم يطبق هذا القانون هو كان سنوات عديدة حصل على القرين كارت وبعدين على الجنسية وزوجته ايضا بس اشترطوا عليه في الجنسية انه اذا ارادوا يصورون زوجته لازم يصورون وجهه والاذن اليسرى لازم يصوروه ايضا هذا صاحبنا كان انسان ملتزم قال انا ما اسمح واحد يصور اذن زوجتي فهذا المسؤول قال له واي من اصدقائك الملتزمين ايضا كان يقولون هذا الكلام ولكن الان كلهم صوروا وزوجاتهم هو صورة مرة اخليها بالجواز ولا بالجنسية هذا نحتفظ بها بالملفات قال لا انا ما وافق الصورون اذن زوجتي زين هذا قانون فدرالي وفي كل الولايات لازم تتبعون هذا القانون شنو الحل شنو الحل في هذا الموضوع فقال انا راح اشوف محامي اريد اقول لكم المحامي اشقد هو مهم اشقد الى تأثير جدا كبير قال انا راح اشوف محامي راح سهل في الولايات المتحدة انه يدور على محامي بحث عن محامي قال له لأك محامي جدا قوي بس هذا المحامي ياخذ اموال طائلة هذا محامي عن الدول يعني مثلا خلاف بين دولة ودولة على ارض على ارض فهذا الخلاف اللي على الارض هذا المحامي يدخل في هذا الموضوع قضايا دولية مو قضايا دعوة طلاق وزواج وارض وما اشبهت الشغلات بسيطة هذا الخلافات بين الدول هو يدخل بها قال ايه هو هذا اريده راح الى تبين واحد يهودي وشوفوا الاخرين سيم اليهود اللي احنا دائما ضدهم نتكلم عليهم شوفوا التخصصات اللي عندهم شوفوا الرؤية الثاقبة المستقبلية اللي لهم احنا اليوم دائما نهتف بالموت الى الاخرين ولكن لا نعلم انهم يفكرون افضل منا وانهم يطبقون الاسلام اكثر منا هذا منهجهم الواقع والحقيق فهذه نقطة كلش مهمة يقول رحت الى هذا المحامي رحت الى السكرتيرا قلت لها انا عندي مشكلة بالجنسية يريدون يصورون زوجتي ويصورون الاذن اليسرى الها واني ما اقبل قالت زين شنه الموضوع هذا قلت لها اريد المحامي يدخل اخلي محامي قلت لي انت ما عندك شوضع عمل هذا محامي دولي بين اذا صراع بين دولة ودولة على ارض معينة هذا يدخل في هذا المجال شنه اذا نزوجتك شنه الشغلة هذه يقول هي ضحكت علي بعدين قلت لي زين هسه شن المطلوب قلت لها انتو شغل تاخذون انتو بالساعة كم تاخذون قالت بالساعة انا اخذ عشر تالاف دولار قلت لها ادفع ادفع قالت اذا تدفع ما يخالف ضبت على المحامي قلت لك واحد موجود بالمكتب عنده هذا الطلب ويقول انا ادفع عشر تالاف دولار ما عندي مانع فلما سمع المحامي قال ما عندي مانع كشنه مشكلته هذي مشكلته انه يريد انه يصورون زوجته بس بدون ما تطلع اذنها اليسرى قال ما يخالف شوي كتب اشياء قال هذا ياخذ من وقتي ساعة تين ونص يعني اش قد خمسة وعشر الف دولار اجت قلت لها خمسة وعشر الف دولار قال ايه ما عندي مانع قالت لا وروح ذب بالحساب ذب بالحساب ويجيب لي الوصل بعدين نتحرك على الموضوع شوف القوة الانسان القوي دائما يحترمه الاخرون كن قويا يحترمك الاخرون هذا قاعدة عامة انا اليوم اكثيرين يجوا للجامعة يطب ويطلع من الباب اللي يطب بها ويطلع من عدها ولكن وشنو واقع بعد هالسنوات الاربع اللي قضاها بالجامعة شنو استفاد شنو طور قدراته هالقدرات الهائلة يقول دفعت رحت غصبا علي رحت الى البنك دفعت خمسة وعشرين الف دولار ويجبت لهم الوصل قالت ان شاء الله بس لحظة انتظر طبت الى المحامي طبعا ما لتقى بيها اصلا مع السكرتيرا يقول دخل الى داخل وطلع بعدين قال للمحامي يقول بعد اسبوعين يتراجعنا يقول راجعتهم بعد اسبوعين قال له الملف جاهز ولكن احنا ضفنا نصف ساعة يعني قلنا لك ساعتين نصف ولكن ثلاث ساعة تاخذ وقت البحث فروح ضيفلنا خمسة الاف دولار بعد صار ثلاثين الف دولار يقول له ضفت الاحساب جبت لهم الوصل الطوني ملف هالكبرى هالكبرى ملف في القانون الامريكي رايح هذا المحامي باحث حول حرية الاديان ان احنا في ديننا اظهار الاذن اليسرى لا يجوز واحد حول الحرية الشخصية انت بتقدر تجبرني على دينك وعلى نظامك وعلى قانونك الحرية الشخصية وجاب مجموعة من القوانين اللي موجودة في امريكا يعني هم قانون الامريكي الرسمي الدستور اللي عندهم يقول جاب لي هالكبرى فاد ملف هالكبرى اخذت الملف رحت الى شاهات الجنسية قالوا لازم تجيب لازم تجيبنا دليل انه احنا منا اخذ هذه الصورة قلت لهم هذا الدليل قالوا تعال باشر يقول رحت لهم يوم الثاني قالوا احنا شفنا الكتاب اللي جبته والملفات اللي جايبها واحنا وافقنا على هذا الشيء وراح نصور زوجتك بدون ما يطلع اذنها اليسرة زين هسه مو انا في هذا الحديث انه يطلع اذنها ولا ما يطلع اذنها ما اريد اتكلم في هذا الشيء ولكن اقول الانسان الذي له هذه المهنة المقدسة ان الانسان لما يدافع عن انسان مظلوم مو والله انا افتح محل انه اكون انسان محامي اكون قاضي لا مو بس هذا ما يكفي ان يكون الانسان مدافعا عن الانسان